ملينا من عمان دام الكرد مراسلة الغد يعني دام وزراء الخارجية وضحوا آلية اجتماعهم وركزوا أن الصراع الأساسي ما زال هو القضية الفلسطينية وهو جوهر الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقالوا أنه لا حل سوى حل الدولتين من منطلق القضية الفلسطينية طبيعة التحركات التي سيذهبون إليها الآن هما قالوا سيتشرفون للذهاب إلى الملك عبدالله الثاني لزيارته ما هي جدول الأعمال المرتبط أيضا بهؤلاء الوزراء في عمان دام وائل بالفعل توجهوا الآن إلى القصر للقاء الملك عبدالله الثاني لا يوجد جدول أعمال بعد ذلك اللقاء سيكون مقتصر على الملك عبدالله الثاني ومن بعدها سيغادر الجميع الأردن الاجتماع هذا وكما جاء على لسان الوزراء يأتي على غاية كبيرة من الأهمية وذلك في لحظة كما أشار لها وزير الخارجية الأردني بأنها لحظة انسداد سياسي مع توقف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هذا الاجتماع مهم جدا بما خرج به من توصيات وتأكيد إعادة تأكيد من الجميع على أهمية القضية الفلسطينية وبأنها جوهر الصراع في المنطقة وبأن لا سلام شامل وعادل إلا بحل القضية الفلسطينية وإعادة إطلاق المفاوضات ما بين الجانبين هذا الاجتماع أكد فيه الصفدي على أن لا حل في المنطقة بالقفز على القضية الفلسطينية وبضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس المحتلة أكد أيضا على استمرار التنسيق مع مصر وهما الدولتان المعنيتان بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية والتنسيق المباشر مع القيادة الفلسطينية بشكل يومي كما أكد الصفدي بأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل وبأن قرار الضم يجب أن يوقف كما أشار شكري إلى أهمية هذا الاجتماع وأكد على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جهة كما أشار شكري إلى أهمية الاتفاقيات التي وقعت ما بين الإمارات والبحرين وإسرائيل وضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وبأن هذه الاتفاقيات قد تدفع بالمزيد من الاستقرار في المنطقة والدفع بحل عادل للقضية الفلسطينية الفرنسي لودريان أكد أيضا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات أهمية التمسك بحل الدولتين واحترام الحدود لكل منهما إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الإيقاف الاستيطان والاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين وإعادة إطلاق مفاوضات مباشرة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين هايكو ماس أشار أيضا إلى الحديث والحوار الذي دار مع الإمارات ومع المجموعة العربية وأهمية أيضا إطلاق مفاوضات سلام تضمن حل شامل وعادل للفلسطينيين حصولهم على حقوقهم وإقامة الدولة الفلسطينية إذن هذا الاجتماع كان على غاية كبيرة من الأهمية من حيث التوقيت ومن حيث الرسالة التي خرجت بها هذه المجموعة والتي تأسست في ميونيخ هذه المجموعة العربية الأوروبية التي تؤكد على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها شكرا جزيلا لك داما الكردي مراسلة الغد كنت معنا من عمان على كل هذه المعلومات